اشتركوا في القناة دعونا نكون واقعين جدا أن عصرنا هو عصر الهموم فهذا للأمراض المنتشرة التي تجدها أكثرها سببه الهم فلان نام مهموما فأصبح مريضا بكذا أو كذا أو كذا نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات ولكن ترى كما سمعت حقيقة من هذه النماذج التي عرضتها أن الجميع همومه دنيوية بحتة وهذا لا شك خلقه في الناس عصر اعتمدوا فيه على أنفسهم بذواتهم ونسوا ربهم جل جلاله فلم أسمع فيهم أحدا يقول أن همه دخول الجنة أن همه الوصول إلى مرضات الرب جل جلاله أن همه التخلص من ذنب واقع فيه كيف يتخلص منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تعلمون شرطنا أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما سمعتم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فلم لا نجعل الآخرة همنا بمعنى أن القضية أن عندك الآن مال لماذا تفكر في الزوجة والأولاد بعد عشرين سنة أو بعد موتك أو بعد سنة أو حتى على الموسم الدراسي القادم لماذا تبحث عن هذا نعم لو أنك رضيت بالله ربه اسمع هذا الحديث الجميل الجليل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رضي بالله ربه يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إني سائلك أخي أنت وأنت 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 يا من تشيعون الهموم أسألك هل زقت طعم الإيمان؟ هل زقت حلاوة الإيمان؟ هل استشعرت لزة الإيمان؟ لو زقتها لأزابت كل مرارة للهم فبداية زوق طعم الإيمان أن ترضى بالله ربا رب يعني مدبرا هو الرزاق المعطي الذي يعطي الصحة ويعطي المال ولذلك إذا أذنت لي أن ندخل في الموضوع لعلاج قضية الهم فإني أرصدها في ثلاثة نقاط رئيسية ثلاثة نقاط رئيسة أول نقطة منها الإيمان العميق والثانية الاتصال الوثيق والثالثة الفهم الدقيق الإيمان العميق بأن الله جل جلاله خالق الكون لا يجري في الكون شيء بغير إذنه ومشيئته بغير إرادته وقدرته الله جل جلاله خالق الكون ما أصابك لم يكن ليخطئه وما أخطأك لم يكن ليصيبه إنما هو بقدر الله يعني إيمان عميق بأن هذه الدنيا إنما يجري فيها كله بقدر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر فإيمانك العميق بأن ما أصابك هذا قدر من الله فأنت حينها أنت تحب الله وزي يقول دايماً كل اللي يجي من حبيبك حبيبك فلذلك حينها تستشعر النطف أنه مبتلاك ليهلكك أنت سألتني في المقدمة ليش بعض الناس غير مهموم بعض الناس غير مهموم وأنا مهموم أنا صيبني هم إنما أصابك الهم بقدر الله وما أصابك ليهلكك الله يحبك قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فالله يحب عبده المؤمن لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الحديث كلكم تعرفونه من رجل كان في فلاة على دابة وعليها طعامه وشربه فالله يفرح بك والله يحبك والله يرزقه فالرضى بالله رباً هذه القضية أصل المسألة أن ترضى بالله ارضى به وساعد ترضى به ترضى عنه فإذا رضيت عنه رضي عنك فإذا رضي عنك عشت جمال الحياة عشت الحياة الوردية التي يحلم بها الناس الإيمان والعميق ثانياً الاتصال الوثيق أن يكون بينك وبين ربك صلة اتصال وثيق اتصال فعلاً بينك وبين الملك جل جلاله حين يكون اتصالك به وثيقاً في الصلاة كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة فيقف الإنسان ويستقبل القبلة ويرفع يديه مستسلماً وبمجرد أن يقول الله أكبر دخل على الملك بينه وبين الملك صلة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته يا لها من نعمة أن تكون أمام الله يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي شوف الصلة بينكم من ربنا إذا سجد العبد واسجد واقترب إنك ما سجدت لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة فحين تسجد وتقول يا رب يقول الله لبيك عبدي صلة في الدعاء صلة أن ترفع يديك قال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلذلك الدعاء صلة بينك وبين ربك قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم ننتقل إلى الثالثة وهي مهمة الفهم الدقيق أن يكون لك فهما دقيقا لماذا خلقت في هذه الحياة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى لتفهم معنى الحياة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فخلقت لتعبده خلقت مبتلى مبتلى إذا أخذنا هذا المعنى قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إذا فهمنا معنى الحياة عشنا الحياة كما ينبغي عشناها كما يحب ربنا ويرضى فإذا عشناها على الوجه الذي يريده ربنا أقول مشكلة الناس إنهم مش عارفين يعيش الحياة صحة لو عشها صح يعيش في نعيم وفي جنة كما قال بعض السلف نحن في جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجاء لدون عليها بالسجرة شكرا للمشاهدة